موسيقى 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 السلام عليكم كديري اللباس صحيحكم بخير اموركم هانية كنتمنكم كامية تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله كيف تعرفوا هذه الايام الهدرة كاملة كالدرغة على فيروس كورونا اللي نجينا ونجيكم منه يا ربي كل شي بكون على خير ان شاء الله بيوم ان شاء الله سوف نصاب معكم طريقة لتحضير معاقم اليدين جيل تعقيم اليدين الانتسيبسيك هاد الوجه تقدرون كمان توش تجاري او لا تقدرون تصابر بيداتكم وحبابكم والناس اللي ادارين بكم لا يخليكم بالنسبة للناس اللي ياخدوه كمان توش تجاري كنتمنى منكم تديرو اتمينة مرفوقة متديروش متتساغلوش الفرص وديرو بحالة الناس اللي لو كيديرو اتمينة باهيدة حقاش الناس محتاجينو المقادر سوف نحتاج سميوز منيو ثلاثين جرام الماء مقتر او لا لوب دي سيلي كيكون خالي من الشوائب نحتاج كذلك لالكول سو 30 دراجة او 60 دراجة ايتانول 300 جرام الالكول سميوز 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 سوف نحركهم جيدا. تضب في مزدوح ونحن الموضوع بمسخون. لا يوجد مشكل. نحركهم جيدا. نحركهم جيدا. نجعله ليلة كاملة حتى يضرب كليا. نحركه جيدا ونحركهم جيدا. نضربهم جيدا ونضربهم جيدا ونضربهم حمام مريم حتى يضبهم كامل. نضيف حمام مريم نضيف الكحول نضيف الكحول نضيف محلول غليسيرين نضيف محلول غليسيرين نضيف محلول غليسيرين نضيف محلول غليسيرين نضيف زيت أساسي الكاليبتوس ن heavy Зيت أساسي الكاليبتوس الزيت للتعقيم نستمر في التحرك 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 نستمر في تحرك نستمر في التحرك كيف تعرفو كي يجي القوام دياله عبارة عن جيل جيلي كلمسحو به الدينة عند الضرورة كيف كتعرفو ضروري من غسلوه الدينة ديما بالماء والصابون هذا في البلايس اللي ما كنكوش عدن الماء نمسحو به الدينة وكونوا مأكدين باللارة كي تشربو ضغير البشرة وما كيبقاش كي الاستقلين في الدينة يدين كيبقى ورطب كيبقى ورطا طبعين المفعولية الجليسيري اللي درنا كنت من قلب يتجربو ركي جهائل وشكرا عليكم في الاخير كنت طلب من ربي يحفظكم ويحفظ العزيز اليكم ويحفظ البشر يا جمعاء يا ربي وبعد ان هذه البلاء تغياء ان شاء الله كذلك كنت طلب من الناس كاملين يتازموا بقواعد السلامة وتازموا البيوت ديالو ديالهم ان شاء الله لعله خير وكتر من الاستغفار ويا ربي يا ربي تبعد ان شاء الله ضغياء هذا الفيروس يا ربي شكرا لكم ان شاء الله ولي موئد معكم في بخدوي جديد وفي حلقة جديدة ان شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر